هنجرب النهاردة أجدت بداية لصودا مصري نازلة بفترة الأخيرة الزي كولا نازلة بأربع أنواع ومنهم نوع دايت وهنجرب معهم الفيس كولا كمان ونشوف هيطلع بلاستيك ولا فانتاستيك ما تيجوا ندوء نبدأ الأول بالزي كولا نازل منها أربع أنواع بالكولا وحاجة اسمها سكيتسيكاندي لونها غريب كده ونوع اسمه ليمو الليم داب اللامون ونزلين بواحدة بليوستفان دي زيرو شجر فمتحمس نجربها قوي نبدأ الأول بالكولا العادية سعر زي كولا 20 جنيه وحجمها 275 ميلي فأصغر من كنزاية العادية بتاع بيبسو كوكولا وأغلى كمان فأتمنى زبط السعر عن كده السودة اللي فيها معقولة رحيتها قلب على جيل كولا شوية ولكن أهم حاجة طعم طبعا هي دي مش ضايت ولكن سكرها مش عالي قوي طعم الكولا فيها معقول بس ممكن يبقى أخوة من كده وطعمها برضه قلب على جيل كولا سندة بسيطة ولكن معقولة يعني السعر بس ممكن يبقى أقل من كده شوية عشان سننفس الحاجات العالمية فالكلة ممكن ندلها حوالي ساعة من عشرة ونخش على بعده دي حاجة اسمها الليمون ليم اعتقد دي زي السبرايت والسبرايت كده برضه مش ضايت رحيتها ضعيفة تعال نخش على الطعم طعم الليمون اللي فيها مختلف عن السبرايت شوية يعني الليم دي يكون مختلف عن الليمون شوية ولكن طعمها لذيذة مختلف يعني الصدر اللي فيها معقولة ممكن تبقى زيب من كده شوية ولكن للأسف مفيش منها ضايت فديك تقييم ممكن نتكلم في حوالي سبعة ونصم عشرة ندخل بقى لنوع غريب شوية اللي هو السكيتس كاندي ده ونشوف احكاية الكانديس دي هتفتح معانا ان شاء الله اوكي رحيتها مسكرة قوي كانديس جدا تعال نخش على الطعم بقى يعني هي طعمها مختلف ممكن تعجب مثلا الأطفال والسن الصغير عشان اللي هو مختلف شوية وطعمها مريب من كانديس ولكن انا شخصيا ما جابهاش تاني بالذات برضو ان بحب الحاجات اللي سكرة قليلة او اللي هي ضايت اكتر ولكن كفكرة مختلفة ممكن تبقى لحوالي ستة مع عشرة ونخش على بعد ندخل بقى لأكتر حاجة متحمسة جاربها النهاردة ديلي بليوستفاندي زيرو شوجر ضايت فانا بحب الحاجات الضايت وبحب طعم اليوستفاندي فمتفائل بيها قوي دي والصده اللي فيها برضو ليبل كويس قوي وكمان ضايت فدي بالنسبة لي خطيرة يعني ممكن يشتغلوا على طعم اليوستفاندي شوية يخلوه اقرب للطبيعة اكتر ولكن كده بالنسبة لي خطيرة لو السعر بس يقل شوية شايفة ممكن تكتسح بصراحة ندخل بقى للمركة تانية اسمها فيس كولا نازلة جديدة برضو دي ارخص شوية بسبعتاشر جنيه ونفس الحجم باتين خمسة سبعين ميلي للأسف مش ضايت ولكن انت عانخش على الطعم اوكي هو طعم الكولا فيها بصراحة قوي قوي عجبني لا دي حلو قوي الميزة اللي فيها ان هي مش غالي قوي اغلى من البرندات العالمية ولكن ارخص شوية من الحاجات المصري الكويسة ممكن الصده تبقى احسن من كده شوية اقوى من كده ولكن كطعم حلو صراحة ورهيبة قوي قوي من طعم بيبسي يعملوا بس منها ضايت ويبقى مبسوط فده كتقييم ممكن نتكلم في حوالي تسعة من عشر وبس كده عرفوني في الكومنتيات رأييكم ايه اكتر بدير سودا مصري بتحبوه ويهي البداية للمصرية التانية اللي حابين نجربها في فترة الجاية لو عجبكو الفيديو زبطونا كده بلايك وكومنت لايق كنت معاكم مهندن مصري لف ودو شوفكو فيديو الجاية